نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المنتشرة عن انسحاب شركة سيمانز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية أكد المركز التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين مشيرة إلى التزام شركة سيمانز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزراء في سبتمبر 2018 والذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من البرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف لمدة ثماني سنوات هذا وشدد المركز على كفاءة محطات كهرباء سيمانز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطى كفاءة تشغيلها 61% مما يصهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء